أكد النائب العام المستشار حمد الصاوي أن مجال العمل بالقضاء الشرعي وقضاء الأسرة يتضمن جانباً إنسانياً كبيراً لما يكفله من إصلاح في كيان الأسرة جاء ذلك خلال لقاء للنائب العام بقادي قضاة دولة فلسطين محمود الهباش ووفد الرفيع المستوى من القضاء بالمحكمة العليا الشرعية ودائرة التفتيش القضائي ومدير ديوان قادي القضاء النائب العام يستقبل قادي قضاة دولة فلسطين الشقيقة ووفداً رفيع المستوى من القضاء بها استقبل السيد المستشار حمد الصاوي النائب العام أمس الأربعاء الموافقة الثلاثين من شهر مارس الجاري ولفيف من قيادات النيابة العامة المصرية معالي الدكتور محمود الهياش قادي قضاة دولة فلسطين الشقيقة ومستشار السيد الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ورئيس مجلس القضاء الشرعي بفلسطين وكان في صحبة سيادته وفد رفيع المستوى من القضاة بالمحكمة العليا الشرعية ودائرة التفتيش القضائي ومدير ديوان قاضي القضاء وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة واستهل السيد المستشار النائب العام اللقاء بإعرابه عن سعادته بالوفد الكريم في بلدهم الثاني مصر متمنيا أن تحقق زيارته الغرض المرجوة منها في مجالات العمل المشتركة وأكد سيادته أن مجال العمل بالقضاء الشرعي وقضاء الأسرة يتضمن جانبا إنسانيا كبيرا لما يكفله من إصلاح في كيان الأسرة مؤكدا اهتمامه الشخصية بأعمال نيابات الأسرة في النيابة العامة المصرية ورفع إمكاناتها وتسهيل الخدمات التي تقدمها لجمهور المواطنين وذلك من خلال 68 مكتبا رقميا لتقديم خدمات نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية انشئت خصوصا لتسهيل الإجراءات والخدمات على الأسرة المصرية عامة والمرأة خاصة لتجنب الزحام والمعاناة وتحقيق العدالة الناجزة فضلا عن توفير منافذ بتلك المكاتب لذوي الهمم حرصا من النيابة العامة على تسهيل تقديم خدماتها لهم ودمجهم التام بالمجتمع كما أشار سيادته إلى تشكيله لجنة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والنيابة العليا لشؤون الأسرة للنظر في اختصار الدورة المستندية لنيابات الأسرة تحقيقا لمزيد من تذليل وتسهيل الإجراءات للمواطنين كما أشار سيادته إلى توجيهه إدارة التفتيش القضائي والنيابة العليا لشؤون الأسرة باستقبال الوفد عقب اللقاء لشرح آلية العمل بهما وأقسامهما وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة في كافة مجالات عملهما فضلا عن توجيهه معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بعقد كافة الدورات التدريبية المشتركة بين أعضاء النيابة العامة المصرية بنيابات الأسرة والنيابة الشرقية بفلسطين مؤكدا عظيم سعادته بتشريف الوفد مكتب النائب العام المصري ووجوده في مصر وأن فلسطين ستظل دوما عزيزة في قلوب المصريين وقد أكد سيد المستشار النائب العام أن النيابة العامة المصرية ستوفر كافة سبل الدعم في شتى المجالات المشتركة للأشقاء الفلسطينيين وأن كافة أعضائها في عون أشقائهم الفلسطينيين قلبا وقالبا موسيقى موسيقى